النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن medical terms pertaining to the gentile urinary system معاكو دكتورة إسراء ان شاء الله هيبقى لينا 3 محاضرات اول واحدة هنتكلم عن terms الليليها علاقة بال gentile urinary system بعد كده هنتكلم عن terms الليليها علاقة بال nervous system بعد كده بال terms الليليها علاقة بال integumentary system اول حاجة هنتكلم عليها urinary system urinary system متكونة من اتنين كيدنز اللي هما الكليتين واثنين يوريتر اللي هو الحالب او القناة اللي بتوصل من الكيدني لليوريناري بلادر اللي هو بيتجمع في اليورين بتوصل اليورين من الكيدني لليوريناري بلادر اللي هو بيجمع اليورين بعد كده بتتكون من اليوريسترا اللي هو بيبتدي يخرج اليورين من اليوريناري بلادر لبره الجسم عندنا النفرون اللي هو الفانكشن اليونت بتاع الكيدني الكيدني بيبقى مكونة من نيفرونس كتير هي اللي بتقوم بالمهام بتاعة الكيدني إن هي تفلتر الدم واتطلع اليورين الجلوماريولس ده عبارة عن جزء من النيفرون اللي هو بيتجمع فيه الكابيلرز علشان تفلتر البلد نيجي للورد روتز اللي ليها علاقة باليورينري سيستم عندنا الرن أو النفر نقصد بيها الكيدني أو الكيلية إجلوماريولو نقصد بيها إجلوماريولس اللي اتفقنا اللي هو جزء من النيفرون اللي هو الفانكشنل يونت بتاع الكيدني السيست اللي هو اليورينري بلادر يوريتر اللي هو الحالب أو نقصد بيها اليوريتر هو زي اسمه ما فيش اختلاف اليوريس اللي هي اليوريسرا اللي اتفقنا اللي هي بتخرج اليورين من اليورينري بلادر لبرة الجسم يور أو يو آر نقصد بيها اليورين اللي هو البول او اليورينري تراك اللي هو مجرى البول اليورين نقصد بيها برضو اليورين نيجي للورد بلدنج مع اليورينري سيستم روتز عندنا الرن اتفقنا ان الرن اللي هي الكيدني فلما اقول رينل يبقى انا اقصد بيها الكيدني pertaining to the kidney نفر اتفقنا برضو ان هي الكيدني فلما اقول نفر ميجلي يعني نفر يعني كيدني ميجلي يعني enlargement يعني تضخم يبقى انا اقصد ان فيه تضخم في الكليا عندنا برضو تيرم تاني اسمه الهايدرو نفروز هيدرو يعني مية نفروز نفرو يعني كيدني أوزز يعني condition يبقى انا اقصد ان دي condition بيتجمع فيها اليورين جوة الكيدني علشان بيبقى فيه عائق فيه مجرى البول ان الكيدني فيه حاجة سدة ان اليورين ده يخرج فبيبتدي اليورين ده يتجمع جوة الكيدني فبيعمل لي حاجة اسمها الهايدرو نفروز اتفقنا اين هي الجلوماريولس اللي هي جزء من النفرون لما اقول جلوماريولو نفريتس يعني جلوماريولو يبقى قصد بها الجلوماريولس نفر ان هي الكيدني ايتس يعني انفلاميشن او التهاب يبقى انا عندي انفلاميشن في الرينل جلوماريولاي cyst اللي هو اليورينيري بلادر فلما اقول cyst algea cyst يعني يورينيري بلادر algea يعني pain يبقى اقصد بي البلادر pain يوريتر اتفقنا ان هي برضو اليوريتر فلما اقول يوريترو استينوزز يعني في ضيق في اليوريتر يعني في نيروينج او ضيق في اليوريتر يوريتر اتفقنا ان هي اليوريترا اللي هي بتخرج اليورين من اليورينيري بلادر لبرة الجسم فلما اقول يوريترو cystitis يوريترو يبقى هي اليوريترا cyst اللي هي اليورينيري بلادر itis يعني inflammation يبقى قصد ان فيه inflammation في اليوريترا وي البلادر اليوريتر اتفقنا ان هو اليورين او اليوريتراك اللي هو مغرى البول فلما قول أن يوريسز أو أن يوريا أن يعني ما فيش يبقى دي condition characterized إن ما فيش يورين بيطلع يجي عكسها الان يوريسز ان يوريسز دي بتبقى condition إن أنا عندي بيحصل يعني خروج البول ده بيخرج من غير ما الواحد يتحكم به يتحكم فيه اللي هو مرض سلس البول اليورين اللي هو استفقنا بردن هو اليورين لما قول يوريسز يبقى أنا أقصد إيه أناليسز لليورين إن أنا أبتدي أحلل اليورين نيجي للإديشنال ترمز اللي تخصنا في اليورينري سيستم عندي إن كونتنينس هي زيها زي الإن يوريسز اللي هو سلس البول اللي هو إن فلانش دي ستشارج أو في يورين يبقى أنا مش متحكم في خروج اليورين ديوراتيك ده بيبقى إيجنت اللي هو بيساعد على خروج اليورين بيبقى حاجة اسمها مدرة للبول بيساعد على إيه عملية اليورينيشن عملية التبول دياليسز دي عملية الغسيل الكلوي دي بنعملها لما بيكون حد عنده الكليا مش شغالة فبيبتدي يعمل غسيل الكلوي اللي هو إيه الدياليسز علشان يفلتر دمه ويبتدي يطلع اليورين أو يبتدي يطلع المواد اللي هي إيه زيادة أو مش مزبوطة في البلد بتاعه الديس يوريا اللي هي ديس يعني pain يوريا يعني يورينيشن معناها difficult أو painful urination يعني صعوبة في التبول البولي يوريا بولي يعني كتير فبولي يوريا معناها frequent urination إنه هو إيه كل شوية عنده إيه تبول كتير كل شوية بيحصل عنده يورينيشن نتكلم بعد كده عن الميل reproductive system نيجي للcommon word roots الاندر نقصد بيها المان التست نقصد بيها التستس اللي هي الخاصية أو الخاصيتين orc أو الوركيد نقصد بيها التستس برضو يبقى أنا عندي تست orc أو orcيد نقصد بيها التستس اللي هي الخاصية السبيرم أو السبيرمات أقصد بيها السيمن اللي هو السائل المنوي أو السبيرماتو زوة اللي هي الحيوانات المنوية الفاز اللي هو الفاز ديفرنس الفاز ديفرنس ده بيبقى الجزء كده أو زي تيوب أو قناة بتبتدي تنقل السبيرمز من التستس لبرة علشان يحصل لها الإيجاكوليشن أو علشان يحصل القصف يبقى هو ده الفاز ديفرنس هو اللي بيتطلع لي السبيرمز البرستات اللي هي نقصد بيها البرستيتم أسكيو نقصد بيها السكروتم اللي هو وعاء الخصيتين يبقى أسك اللي هو السكروتم اللي هو أقصد بيه وعاء الخصيتين فال اللي هو البينس أو القضيب نيجي للورد اللي هي بلدنج مع الميل ركروداكتف سيستم رودز أندر اتفقنا أن أندري يعني مان فلما أقول أندرجنز أقصد بيها الميل سكس هرمونز اللي هو التستستيرون الهرمونات بتاعة الميل التست اتفقنا أن التست ذي اللي هي التستس أو الخصيتين فلما أقول تستوباسي يبقى أقصد أن فيه ديزيز في التستس أورك اتفقنا برضو أن أورك أو الأوركيد هو التستس فلما أقول أوركايتس يعني فيه انفلاميشن في التستس أوركيد اللي هي برضو التستس عندي الكريبتو أورشيدزم دي بتبقى الكونديشن أوف أنديسند التستس اللي هي أن التستس عندي ما نزلتش أو ما خرجتش إيه برة الجسم أو بيسموها الخصية الخفية اسبيرم أو اسبيرم اتفقنا أن اسبيرم اللي هو السيمن السائل المنوي أو الاسبيرماتوزوة اللي هو الحيوانات المنوية لابن أقول آزو اسبيرمية دي بتبقى نقصد بيها أن السيمن السائل المنوي الحيوانات المنوية اللي فيه ما بتكونش عيشة يبقى دي بتبقى condition characterized by semen without living اسبيرماتوزوة آزو اسبيرمية آزو كأن ما فيش أو نو اسبيرمز فمعناها أن السيمن اللي هو السائل المنوي ما فيهوش حيوانات منوية عيشة اسبيرمات نقصد بيها برضو السيمن أو الاسبيرماتوزوة فلما قول اسبيرماتو ريا ريا يعني discharge أو زيادة أو يعني نزول بزيادة فلما قول اسبيرماتو ريا يبقى دي أقصد بيها excessive discharge of semen يعني سيمن بينزل بكمية كبيرة فاز اتفقنا أن هو الفاز ديفرنس فلما قول فازيكتومي اكتومي يعني أنا بشيله surgical removal of الفاز ديفرنس دي بنعملها علشان تعمل استراليتي أو عقم prostate نقصد بيها البروستاتا prostodyna dyna يعني pain فدي معناها أن أنا عندي pain في البروستاتا osc اتفقنا أن الosc اللي هو scrotum اللي هو وعاء القصيتين فلما قول iscoma معناها أن أنا عندي oma يعني tumor يبقى معناها أن أنا عندي tumor أو ورم في scrotum fal اتفقنا أن الفال اللي هو penis اللي هو القضيب فلما قول falotomy toomy يعني incision فاصد بيها incision in the penis نيجي للadditional terms عندي impotence impotence ده اللي هو الضعف الجنسي أو اللي نقصد بيه أنه ما فيش failure to initiate عشان يعني فشل أنه هو يبتدي أو من تاني يفضل محافظة على erection اللي هو الانتصاب لحد الاجاكوليشن اللي هو القصف دي بنسميها impotence اللي هو الضعف الجنسي نيجي لتاني حاجة اللي هي circumcision اللي هو الختان اللي هو أن أنا بشيل الforeskin اللي بيبقى حتة الجلد اللي بتبقى موجودة على البيانس بنسميها circumcision نيجي بعد كده للfemale reproductive system نيجي للورد روتس عندي gen أو junk نقصد بيها الومن men نقصد بيها المنسترويشن أو months منسترويشن اللي هو الحيض اللي هي الperiod oo أو ove نقصد بيها الأوفم اللي هي البوايضة ovary أو oofor نقصد بيها الأوفري اللي هو المبيض salping salping اللي هو الفالوبين tube أو oviduct اللي هي قناة فالوب اللي بتبقى الاوفا أو البوايضة موجودة فيها علشان يحصل لها fertilization عشان يحصل لها اخصاب uter أو مت نقصد بيه اليوترس اللي هو الرحم vagina أو culp اللي هي الفاجينا اللي هو المهبل mom أو must اللي هو breast اللي هو study gravida يعني pregnant woman يعني واحدة حامل nat يعني birth يعني ولادة part labor برضو معناه ولادة galact اللي هو الملك نيجي للورد اللي هي building مع female reproductive system roots gen اتفقنا ان الجن يعني woman فلما اقول genophobia phobia يعني عنده حالة خوف أو هلع من حاجة فلما اقول genophobia يبقى دا abnormal fear of woman junk اللي هي برضو الومن فلما اقول genology ology يعني study of diseases of women يعني ان انا ادرس امراض السيدات اللي هي امراض نسا men اتفقنا ان المن اللي هي minstration او الحيض فلما اقول menopause يعني الحيض دا وقف فمعناها cessation of the minstral periods يعني اللي هو سن اليأس اللي هي الperiod بطلت ان هي تيجي وقفة الoo او معناها الوفم اللي هي البويضة فلما اقول oogenesis او الو الو اللي هو تخليق او تصنيع الوفم اللي هي formation of الوفم البويضة ovary اللي هو اتفقنا المبيض فovarian يبقى انا اقصد بي pertaining للوفري او اتفقنا برضو انه الوفري فلما اقول ovary معناها inflammation في الوفري salping اللي هو الفالوبيان tube او ov duct فلما اقول salpingitis معناها inflammation في الفالوبيان tube uter اللي هو uterus او الرحم فلما اقول intrauterine يعني جوه الرحم دايما بتتقال على intrauterine devices اللي هي الاجهزة اللي بحطها جوه الرحم علشان تمنع الحمل عندي المتر اللي هو uterus برضو اللي هو الرحم فلما اقول مترو رجيا رجيا يعني ايه حاجة برضو زي discharge او حاجة بتنزل لما اقول مترو رجيا اليوترس هينزل معناه ما هيحصل هينزل منه حاجة فهينزل منه bleeding بس دي بتبقى نقصد بيها abnormal condition بتحصل في غير وقت الحيض فبنقصد بنقول عليها المترو رجيا يبقى ده بيبقى bleeding من اليوترس يعني نزيف من الرحم في اوقات at any time other than normal menstruation يبقى في اوقات غير اوقات الدورة الطبيعية الوجين اتفقنا اللي هو الوجين او المهبل فلما اقول vaginosis معناها ان انا عندي infection في الوجين او في المهبل قلب اللي هو برضو الوجين فلما اقول قلب scope ان انا ايه هدخل instrument علشان ابتدي اعمل examination للإيه للفاجين فيبقى معناها instrument دي جهاز او اداة باستخدمها علشان used for vaginal examination ان انا اعمل examination فحص للمهبل mom اتفقنا ان المام اللي هو الbreast فلما اقول momoplasty plasty يعني surgical repair اللي هي زي عملية تجميل او ان انا بصلح او بزبط حاجة فمعناها momoplasty ان انا بعمل surgical repair للbreast ان انا ايه بعمل عملية للتظبيط او تصليح الساد must اللي هو برضو الbreast لما اقول gynecomastia gynecomastia دي بتبقى condition ان انا حصل عندي الbreast حجمه كبر وده وده بيبقى طبعا حاجة abnormal وبتحصل بنقول عليها gynecomastia دي mainly في الرجال في الميلز لما ايه الbreast عندهم بيحصل في enlargement ان هو يكبر وده بيبقى جاي نتيجة condition معينة او ايه دواء معين عمل في الحالة دي يبقى gynecomastia هي condition characterized by abnormal enlargement of one or more breast in male يعني حصل تضخم في السدي عند الراجل جرافيدا اتفقنا ان هي واحدة حامل pregnant woman فلما اقول nally gravida nally يعني مفيش فتبقى معناها ان دي واحدة عمرها ما حملت او woman who has never been pregnant nat اتفقنا ان النات اللي هو birth اللي هي الولادة فلما اقول post natal يبقى de pertaining to after birth يبقى اقصد بيها اللي هو بعد الولادة part اتفقنا ان هو labor او الولادة برضو فلما اقول post partium يعني بعد الولادة وفي expression على طول المشهور بنقوله اللي هو post partium depression اللي هو الاكتئاب ما بعد الولادة galact اللي هو الملك galact rea rea يعني حاجة بتنزل كتير abnormal discharge او excessive discharge فطبعا معناها ان في لبن بينزل كتير دي بتبقى condition نقصد بيها لو بيحصل ان الملك ده بينزل كتير في وقت غير اوقات الرضاعة تمام يبقى الجالact rea ده عبارة عن abnormal flow of milk يعني الملك عمال ينزل كتير بس ملوش علاقة بالchildbirth بالولادة او بالرضاعة بالnursing نيجي للadditional terms عندنا عندي abortion abortion ده اللي هي الاجهاد الاجهاد ده ان واحدة سقط منها الحمل فيه شغور الحمل الاولانية اللي بيبقاش لسه فيها الجنين حصل له تكوين دي بنسميها abortion thank you